طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف جميع اجراءاتها احادية الجانب غير القانونية ورحبت الوزارة بالبيان الختمي للدورة التاسعة والخمسين بعد المئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة السعودية الرياض ومخرجاته الخاصة بالقضية الفلسطينية وثمنت الوزارة تأكيد المجلس على الموقف ثابت من مركزية القضية الفلسطينية والتمسك بضرورة نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وانهاء الاحتلال الاسرائيلي وتكسيد الدولة الفلسطينية على جميع الاراضي المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية